في ظروف بالغة التعقيد يشهدها عالم اليوم و بمشاركة دولية و أممية رفيعة المستوى انتلقت عمال الدورة الخامس والخمسين لمجلس حقوق الإنسان حيث وصف الأمين العامل لأمم المتحدة الوضع في غزة بالكارثي المملكة كانت حاضرة بوفد رفيعة المستوى ترأسه وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أكدت المملكة في كلمتها على تعزيز مفهومها الشامل لحقوق الإنسان من خلال رؤيتها التنموية الطموحة 2030 كما حذر سموه من التداعيات الكارثية لاكتياح مدينة رفح عن أي حقوق نتحدث وغزة تحت الرماد كيف للمجتمع الدولي والبقاء الساكنا وشعب غزة يهجر ويشرد ويعاني من أبشع صور انتهاكات حقوق الإنسان لقد دعت المملكة مرارا للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته في إيقاف الحرب والتصعيد غير المسؤول حماية المدنيين الأبرياء وتمهيدا لعملية سلام واضحة ذات مصداقية تحظي بالتزام جميع الأطراف كما طالبت المملكة برفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في غزة ووقف إطلاق النار تمهيدا لاتفاقية سلام جادة وعادلة وأكد وزير الخارجية رفض المملكة لكل ما أنتجته هذه الأزمة من ازدواجية المعايير وانتقائية في تطبيق القرارات الدولية مطالبا بتطبيق قرار مجلس الأمن 27-20 وتفعيل الآلية الإنسانية التي تساعد في دخول المواد الإغاثية لقطاع غزة في ظل التحديات التي تشهدها الساحة الدولية والأوضاع المأساوية الذي يعيشها الشعب الفلسطيني في غزة انطلقت أعمال الدورة الخامسة والخمسون لمجلس حقوق الإنسان طه يوسف حسن قناة الإخبارية مجلس حقوق الإنسان جنيف